دلوقتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع الجيهان عبدالله على نجوم أفقام ونجوم أفقام تيفي أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أفقام ونجوم أفقام تيفي تحياتي لكل مشاهدين ومستمعين في كل مكان حلقة خاصة نهار ده حلقة جامدة جدا مع نجم جامد جدا كلنا حبين ومن زمان كلنا تربينا على أغنياته كلنا يعني الهتس اللي قدمها لنا يعني عشنا معاها ذكريات عشنا معاها حكايات عندنا ذكريات منها كتير جدا جدا لو هنتكلم على فين وناري نارين زمان حالي من حالك يعني حلال عليك عيني تفتكر إيه ولا إيه حاولوا تفتكروا معانا الأغنيات الجامدة الهتس للنجم هشام عباس بتشاركوا معانا النهار ده تبعتمنا قاسع ماسعى 1006 بأغنية حبينها ليشام عباس وبتفكركم بإيه ده غير كمان ألبومه الجديد عامل ضجة وده موضوع حلقتنا النهار ده هنتعرف على ألبومه الجديد أغنية أغنية نسمعها الأول مرة من خلال نجوم أفقام ونجوم أفقام تيفي رحبوا معايا واستمتعوا معايا بحلقة خاصة جدا جامدة جدا من نجم يشام عباس نورتنا وألف ألف مبروك الله يخليك الله يبارك فيكي القناة من نورة من الأول خالص يعني أنا سعيدة أنا موجود معايا كل نهار ده جدا جدا يعني اختفيت عننا كده اختفاء تام لا خالص ليه بقى ليه من ما تبطليش ألفين وتسعة آآ تسعة لأفين وتسعة عملت عملت تلات أغاني مسلسلات اتنين وعملت برامج تلفزيونية وعملت واحد عملت تلاتة ايه ازاي يعني عملت شريت كوكتيل وعملت آآ احلى مسا انا وفوفا وعملت آآ آآ ساعة القلبك آآ كمان بعد كده آآ برنامج طرفيهي ولذيذ وفيه مزيكة وفيه لعب وحاجات كده يعني آآ يعني جد يعني غيات نشاطي شوائية بس يعني برضو الغنى موجود تور عمره يعني سدي بتاعنا في العربية كده شام عباس بقى البوماته الجديدة نزل بقى خلاص الحمد لله بس يعني آآ كان عشر سنين سبب معين للتأخير ده كله سبب للتأخير السي دي آآ والله الاغاني كلها من اول ما خلصت الالبوم اللي فات الالفين وتسعة انا بشتغل في الالبوم ده وآآ وفيه اغاني متعملت من وقتها آآ كتير يعني عملنا حاجة بتاع مثلا تمانية وعشرين اغنية ولا حاجة كده وآآ وكنا وكل شوية اجي انزل الالبوم جديد اقول لها لا مش دلوقتي فيه احداث وفيه آآ سياسات وفيه حاجات بتحصل وفيه مصائب بتحصل وفيه حاجات ما ما معرفش ليه ما كنتش حايسة سنين عايز آآ انزل الالبوم في الوقت ده وبعدين آآ كانت الحفلات بقى شغالة والافراح شغالة وآآ والاغاني اللي انا غنيتها قبل كده كانت عامنال اكتفاق شوية بالنسبة لللايف يعني آآ زائد انه يعني آآ من بعد البوم سيبة تحبك كان فيه البوم آآ يعني البوم سيبة تحبك آآ كان جاي بعد البوم آآ آآ جوا في قلبي اللي هو فينه فين اللي جوا في قلبي وفينه وحاله من حاله حالي من حاله وآآ يعني كان البوم آآ جامي بعد كده نزل البوم آآ سيبة تحبك كان برضو فيه اغاني حلوة كتير بس ما بالنسبة لي يعني ما عملش آآ يعني ما عملش بوم زي زي فينه مسلا زي حاجات كده وبعد كده عملت البوم تان تالت مع برضو كان مع نجوم آآ مع آآ عالم الفن ايوة نجوم فام كان آآ كان اسمه يا حبيبي تعال جنبي وكان البوم انا كنت شايف ان هو حلو قوي وكان فيه اغاني حلوة جدا وكان فيه آآ دواتو آآ مع مضربة تركية وكان فيه حاجات حلوة محرفش برضو ده ما حصلوش اللي هو برضو الانتشار. في يمكن يمكن آآ بعد كده عملت البوم ما تبطليش. ده عمل بقى. ما تبطليش عمل شغل وعمل عمل جوه كويس وعمل والاغنية عملت كوي اه قصورتوا منه اغنيتين ما تبطليش واغنيت كله بتيجي قصادي. وكان فيه اغاني تانية بقى حلوة كان آآ كان فيه بقى وعدك وكان فيه مكانش زنب حد وكان فيه اه حاجة غريبة وقدامه. كان فيه كزا اغنية حلوة عمله شغل مع الناس. وبدأت بعد كده. بس انا يعني ايه? حسيت انه لا انا مش هعمل اغاني دلوقتي. انا هغني شوية اغاني. بعدين فيه كزا حاجة ساعت اعرفها. كنت قاعد ببعد مع الولاد كتير. لان الولاد كانوا في سن بيكبروا بسرعة جدا. ولازم ابقى عيني عليهم وبقى اه يعني اه مشارك في في تربيتهم وفي وجودهم وفي مشاكلهم وفي حاجات كده فاختفيت. بعدين عملت البرامج بقى حبيت ان انا اغير شوية النشاط الفين وتلاتاشر الفين واربعتاشر الفين وخمستاشر. دي كانت كلها ببرامج لغاية ما. لا هنكلم على عامل ضجة. اغنية دي بالتحديد. اه 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 روحها بقى كده ومن عنوانها هتحس ان هي يعني اه لازم تبقى هت كبيرة. اه هي اغنية عامل ضجة لعلمك. الالبوم كان المفروض هيبقى اسمه الفترة اللي فاتت. واعدت افكر يعني هسمي الالبوم الفترة اللي فاتت ولا عامل ضجة ولا اغلى من العين. اه عايز عايز اسمي يبقى حلو. في ناس كتير قالوا الفترة عشان تبقى لك مدة ما نزلتش الالبوم. وهم وبعدين الناس ثانية بقى ضد الفترة اللي فاتت انه هيعود يفكروا بقى في الفترة اللي فاتت والصورات والمش عارف ايه. لا لا. بلاش. خلينا في الجديد. اه. وبعدين اه في الشركة كان عجبهم جدا اسم عامل ضجة لانه شام عباس بيعمل ضجة. دي حقيقة. في الحياة. اه بيعمل اه بيعمل اه بيعمل حاجات كده فتعالا نسميه عامل ضجة. بس هيه الاغنية اه اغنية يعني اه اه لحن نفس الملحن اللي لحن ما تبطليش. اه. محمد النادي. اه. وكلمات اه 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 كلمات حد جديد. يعني لسه لسه اول مرة اتعامل معاه. اه فانا يعني كان برضو كان عندي كنت حاط ايدي على قلب شوية. اه. بس اه لما نزلت ونس سمعتها انبسطوا جدا وكانت حلوة قوي. وبعدين كان فيه بقى شارب الغالي وكان فيه اه وفي اه اه. نسمع عامل ضجة ونتكلم على واحدة واحدة بعد كده. يلا نسمع. عامل ضجة. يلا نسمع عامل ضجة. رسيلكم كلها كل انتو عايزين تقولولي هشام عباس كلموها تلاتة تمانية تلاتة خمسات زير واتنين وعشرين او بعطولو اسماس على واحد صفر صفر ستة. انتو لسه معا. اجمد سبعة ساعة سبعة مع الجيهان عبدالله على نجوم افهام. ونجوم افهام تي في. عامل ضجة ألبوم جديد للنجم هشام عباس بعد غياب عشر سنين. من 2009 ما تبطليش ل2019 عامل ضجة. لكن عمرنا متحرمنا من صوته ولا يعني من صوته بالتحديد في اسماء الله الحسنة. اي فرح بيبدأ باسماء الله الحسنة. اي افتتاح اي شيء جميل اي مناسبة جميلة. حاجة جميلة قوي. علامة يعني مغنيها ومقديها وسايبها الفترة اللي فاتت دي هتسيبها طول حياتك. محدش عارف يعملها زي. هي دي اللي حتدخلت جالة ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. بس يعني احساسك ايه بال. هي طبعا هو رضا من كبير 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 جدا من ربنا وانه الفكرة تجي لي وانه الفكرة اني تخليني انا اغني الاقول الاغنية دي واللي سعيدني فيها اه الله يرحمه اه الملحن وصديقي وحبيبي رياض الهمشاري هو اللي قال لي اه الاغنية دي اه اه مش الاغنية الاسماء انت بتقولها حلو اه وتيجي نسجلها وتبقى للناس كلها تسمحها بدل ما انت بتغنيها كده لايب بس تبقى موجودة ومتوضبة ونصورها كمان يعني ليه لأ يعني تطلب منك اكيد في كل مكان بتكون موجود فيها لا هي تطلب مني في اوقات كتير اوي في حفلات وفي افراح وعايز اقولك افراح مسلمين ومسيحيين يعني الاتنين يعني بيطلبوا مني اسمالة الحسنة يعني اه في افتتاح مك اماكن في اه في كتب كتاب في اي حاجة معزوم فيها اي حاجة ممكن تقول لنا اسمالة الحزنة اه اوكي اه طبعا. يعني في اغنيات ليك ثابت علامات هتقدر مستمرة على طول زي اه ناري نارين ويا ليلا. الاسمالة ناري نارين. ولا حبيبي ده? الاتنين. لا ما نعز شوف في المتعايزة ايه. اسمالة رسمي ايه. اسمالة حبيبي ده. حبيبي ده. ده الاسم. بس الناس حافظهه بناري ناري ناري. اه النس ويا ليلة وحلال علي. وعييني. ايوة. وايه انا وانا وانا. ديمن مفرحنا كده اغنيتك كده يعني يشمع بس فيها. الاغنية فيها من روحك. اه بس دي اغنية حميد. هو مصادفني فيها. يا انت مش عملين انها مع بعض? اه بس هو صدفني يعني هو البمو والاءفال ممكن اسم عيني كمان يعني فهو يعني هوا صدفني في الاغنية وهاني انا عمري ما يعني أنا طول عمري يعني أنا وحميدة عندنا صداقة قوية وفنية وشخصية وكل حاجة فكانت من الأغاني الحلوة قوي 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 اللي أنا عملتها بداياتك تعاونت كتير مع حميد في بداياتي حلال عليك والألبوم بتاع حلال عليك كله كان تقريبا فيه منه 8 أغاني حميد الشعيري أو 7 أغاني حميد الشعير يعني تقريبا هو اللي هو وزع الأغاني كلها في الألبوم شارب الغالي بقى دي أغنية شائية كده وزي ما قولنا من فرفيشة خالص آه شارب الغالي دي من الأغاني الجديدة اللي أنا عملتها قبل الألبوم ينزل على طول بكم شهر يعني وهي كنت ناوي أسمي الألبوم شارب الغالي كمان لأنها أغنية لطيفة ولزيزة وكتبها حسن دنيا ولحنها أحمد زعيم وأحمد زعيم يعني آآ ملحن جميل ومطرب آآ جميل جدا ولما سمعت الأغنية عجبتني جدا قلت المجمع معنا هنغني الأغنية دي واسمي الألبوم شارب الغالي وكده يعني خلفت مع إن أنا كنت لسه بفكر إن أنا أسميه مثلا أغلى من العين أو عمل ضجة أو الفترة اللي فاتت يعني بس آآ كنت خلاص يعني وبعدين آآ 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 أغلى من العين دي أغنية بعد ما نزلت الآبوم بتاع ما تبطليش عملت عملت أغلى من العين. كما انبهجت قمر ومحمد يحياء توما وكانت الأغنية آآ وقلت القلت لكل الناس إنو خلاص انا هعمل أغنية هعمل آبوم اسمه أغلى من العين. وكده وبتاع ده الكلام ده كانت الفين وعشر الفين وحداشر يعني. زي ما بيعرف يفرحنا كويس. اوي اوي يعني بنفرح مع كل اغنيات وناري نارين واللي ياليه لو حبيبي حبيبي ده هي هي. وفينه? وكل حاجة حلوة بتفرحنا بيقدمها لنا يا شمع بس برضو. لما بيحب يدايقنا بدايقنا. او يأثر فينا قصدي. فزمان وانا صغير. اه حاله من حالي. مش هيني علي. مش هيني علي. كلمات اي من باجة امر ولحن وليت سعد وتوزيع طرف مذكور وكانت من احلى الاغاني اللي في البوم حبيبي ده ونوري نارين. اكتر اغنية بتطلب منك في اي مكان بتكون موجود في. اكتر اغنية? اه. يعني. مش هيني علي. اه 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 في حفلة ولا في فرح ولا في حاجة ولا في نايت كلاب ولا يعني في ايه. يعني حضرتك في برنامج جهود الوقتي. اه. والاكتر واحدة مطلوبة مش هيني علي. يعني مش هيني علي. دي اكتر واحدة مطلوبة. اه مطلوبة لحد دلوقتي منك تغنيها اه بالرسالة. والله دي حاجة جميلة بس دايما بيتطلب مني مسلا ناري نارين بيتطلب مني اه حاله من حالي. زمانه انا صغير يتطلب مني اه فينه دايما فينه دي برضو عشان يعني اه متحركة ولذيذة وشائية. اه اه اغاني كتير بتطلب مني اه. الحمد لله. لو هنكمل كلامنا على الابم عامل دجة. اه. ونتكلم على اغنية الفترة اللي فاتت. فترة اللي فاتت. اه. اه. كل اغنية بيكون لها كواليس. ليها موضوع تحضرت ازاي. هل هي من الاغنيات برضو القديمة يعني من 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 الاوائل خالص ولا دي حاجة اضافت الالبوم بتطلب. الفترة اللي فاتت لها دعوة طبعا باول مرة قابلت فيها بلال سرور وشادي نور وهاني اه ربيع اللي هما الثلاثي اللي بسطوني واسعدوني وبهروني يعني اه عاملين اغاني حلوة وبعدين اول مرة قابلتهم انا اخدت اغاني كتير جدا من بلال سرور وشادي نور يعني في اغاني لسه عندي في العرف يعني بنشتغل فيها واغاني متوزعة ولسه منزلتش في حاجات فانا بس انا في الالبوم ده اخدت منهم تلات اغاني اللي هما اهرابي والفترة اللي فاتت وفيه حاجات ما ما بتتفهمش. الفترة اللي فاتت كانت اغنية بتمسيني شخصيا لانها الفترة اللي فاتت كان في حياتي كانت عندي مشاكل متلتلة مشاكل كتيرة مشاكل عامة يعني في الحياة عامة يعني اه وفيه وفيه بتحصل دايما حاجات اللي هو يعني اه هما بالنسبة لهم اه يعني كلام مش كلام بس هما هما الموضوع بيمسهم بيمسي الكاتب الحاجات دي في حاجة بتخصه بس انا لما بلاقي كلام معين بحس بيه بروح ايلو كمان يعني هو كانو كمان يخصني بس مش كل مش كل الاغنية بتخصني في حتة معينة بتخصني في الموضوع. في الاغنية دي بتخصي. اه 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 في حتة. في اغنيات تانية في الالبوم اه يعني ليه علاقة بتجربة شخصية عند ايشام عباس? عندي انا شخصيا. اه. والله يعني اه. مش قوي. يعني في في كلها تجربة شخصية بتاع الناس لان هما اللي بيكتبوا على فكرة. طيب ولا زمان ولا صغير? حتى. ولا امي الحبيبة? كل الحاجات دي هما اللي كتبينها. بس انا بحس بيها لانه بشوف بشوف انا نفسي بشوف فين الحيطة اللي بتمسني. يعني امي الحبيبة مثلا انا ما 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 كنتش يعني اول ما بتيتتش تهر اه اه وجودي مع امي قل جدا. وما بقتش اشوفها زي ما كنت ولا عايش معاها زي ما كنت قبل كده. فكانت دايما اه معظم الوقت بعيدة عني بكلمها في التليفون. بتكلمني ما بشوفهاش. فلما اقول امي الحبيبة كأنه جوابه وببعت لها جوابه. وبفتكر بقى لما كنت مسافر في ناجيريا وامي كانت في البيت. يعني الحاجات اللي هي اه كلها حاجات يعني ممكن الواحد دايما بيلاقي نفسه في الكلمات الاغاني بيحاول على قد ما يقدر. اشتهرت امتى الاغنية اللي شهرتك? امتى الاغنية اللي شهرتني? اه. انا واحدة. اللي شهر اللي طلعت اسمي يعني الله يسلم حالك. اه. كانت حميد شاعري. اه وبعديها وانا 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 اعمل ايه? برضو دي شهرتني. ويا ليلة. ايا ليلة بقى دي يعني اكيد كنت مشهور ومعروف يعني بس يعني انا قصدي البداية. اه من عنيها السود. اه دي برضو من الاغاني السلاح الشرنوبي. في اغاني عندي مراحل كتير قوي في حياتي اه اشتهرتني. في اغاني اشتهرت. فبالتالي عملت لي. قول علي مجنون انهي واخر. حل عليك. نعم. قول علي مجنون انهي واخر. قول علي مجنون كانت من اول الاغاني اللي اشتهرت لي مع عمرو مصطفى. اه. وجوه في قلبي برضو من الاغاني اشتهرت لي مع عمرو مصطفى. اه. سمعت الالبوم الجديد? نعم. سمعت الالبوم عمرو مصطفى الجديد? سمعت اه يعني حاجات متفرقة يعني هو عمرو لزيز يعني بحبه يعني. عجبك الالبوم? ما سمعتوش كله. فاني لما ممكن اقول لك امتى? لما اسمع الالبوم بقى هو اكلمك اقول لك اه حلوة الاغاني دي يعني. ممكن تغني اغنية الفي زي العبت مع الاسد? اه. اعملت اغنية اسمها حزرتك مية مرة فيها الفي جامد اوي. مش زي العبت مع الاسد يعني. مش عارف. يعني حزرتك ده عادي ته كلمة يعني. لأ كده عيب. لأ ما يصحيش عيب كده عايب. لا ما يصحيش عايب كده عايب. مصطلح يعني جديد ما مستخدمات مستعودناش علي. هي طبعا مصطلح جديد كلمة آآ اللي عبت مع الاسد. ممكن يعني عندك اللي هو آآ مغامر يا جماعة بس مغامر في اختياره اه انا طول عمري بقول حاجات اكتر قبل عليا مجنون طول عمري بقول حاجات جمدة يعني ما عندش طيب نسمع جزء من الفترة اللي فاتت فترة اللي فاتت ونرجع نكمل كلامنا عن احدث الفمات النجم شام عباس حاليا بالاسواق عامل تجع انتوا لسه معا اجمد سبعة ساعة سبعة مع الجيهان عبدالله على نجوم افهام ونجوم افهام تي في طيب احنا معنا الاستاذ محمد جميل على التليفون مساء الخير يا محمد اهلا وسهلا وسهلا دلوقتي اهو انا عايزة بس احكي للمستمعين انه هو بعث لنا رسالة واقترح انه هو يعمل دواته على الهوى مع هشام عباس اغنية احلى اني اغنية ايام العيون الحلوى اوكي فمحمد احنا عشان بس وقت البرنامج احنا ممكن نعمل التجربة دي مع بعض دلوقتي بنبدأ على طول نعمل دواته دوت اي رأيك مين يبدأ اه اوكي اه ابدأ 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 انا اه ابدأ طب هقول كلمة بس سريعا اوكي مش كومتلمنت بجد وانت ومحمد مونير ومش عايزة انسى اسماء كتير قوي اللحاجات دي هتكمل لسبب واحد انتو بتعملوا الحاجة اه بجد وبضمير انا عارف انت برسنال يتعرف في كمية اغاني مش طبيعية ما شاء الله يعني بدأ بجد وحافظ حاجات قديمة جدا وعندك مكتبة خرافية وحضر لك كذا انتروفيو في التليفاجن اه فيعني فما بيخدش كل الاغاني فما يعني شكرا اشكرك ان انت فكرتنا بالاغنية الحلوة دي شكرا يا محمد على اتصال لكم شاركتك معنا محمد جماعيك معنا على التليفون واكيد بنكمل مع النجم هشام عباس حذرتك معايا في السباء في البرنامج في عجمات سبعة بقالها فترة ويعني اه وكلة الجو مش عادراش حقدر اقولك تر عايد اقولك بس انه ان الاغنية بتاعت الفترة اللي فاتت كانت اللي خليني بجد انبهر بيها هو انه البيت بتاحها كان يعني استخدام الموسيقى والبيت بتاحها اه مع الغنى كان بالنسبة لي حاجة جديدة وكان بالنسبة لي حاجة جديدة على المستوى بتاع السوق كله يعني انه دي مزيكة جديدة ومزيكة حلوة على الاغنية العربي والتوزيع كان حلوة قوي اما حذرتك بقى اه بقى حذرتك دي كانت لما ازيزه جبهيلي عزيز الشافعي نحييه تحية كبيرة قوي قوي. اكيد. واشكره شكر كبير جدا جدا على علاقته بيه وعلى حبه ليه وعلى حبي ليه. يعني هي علاقة جميلة. عزيز بيعملي اغاني كتير حلوة. واغاني طول الوقت بيعملي اغاني جديدة. وجميلة. وكل ما بتزنق في اي اغنية بكلمه وقول له جيزي انا عايز اغنية بتتكلم عن الحاجات دي. وعن الموضوع ده. وعن الحاجات دي. فهو دايما بيبقى يعني المنقذ. ميت مرة. اه. يعني مفيش ميت مرة بتتقال على طول في السنة كل يوم. حزرتك ميت مرة. بحاول على قد ما اقدر نحنا. ايوه. في اغنية اسمه انا تعب قلبي. اه. ملا هنتكلم عليها. انا تعب قلبي دي اه. انا تعب قلبي دي اغنية من قبل الالبوم بتاع الفين وتسعة. ينهر ابيض. اه. يعني قلبهم اه انا تعب قلبي دي انا اشترتها من زيزو مثلا من الفين. زيزو هو عزيز الشافعي. اه. اه من الفين وخمسة مثلا الفين وستة. ووزعتها كتير جدا. ووزعتها مع ناس كتير اوي مع موزعين كتير اوي اوي. وانتهت انها تتوزع مع كريمة عبدالوهاب. وتعاملت بالشكل اللي تلعت به ده. في اهات كتير. في اه كده لازمة دايما يشام عباس بيقولها في اغنياته. اه طريقة معينة بيقول بها اه. وموجودة في حزرتك. وموجودة في اغنيات كتير جدا. كتير اوي. اه. في اغاني كتير. معروفة ال اه بتاعت شام عباس. ال اه. بتتحطي كده في الحياة التوبة اما بحطها قبل الجملة اللي انا هغنيها وروح بداخل بها على الجملة يعني. يعني بتبقى حريس انها تبقى موجودة صح? هي 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 بلاقي وانا بغني على فكرة. يعني دايما هي دايما وانا وانا بحفظ الاغنية عشان اغنيها خلاص. هي بتطلع في مكانها. دايما. يعني. بتلقائي. اه. اه. محسوبة لها. اه. طيب اهرابي بقى اه يعني اه الالبوم في منطقة كله. اه بجهد. وهرابي بقى دي عايزانا فعلا يعني اكتر اغني بتاخدنا للحتة تانية اللي عايزين فعلا نهرب لها. ايوا. كلنا كده بيبقى يجي لنا وقت. عايزين نخلع. نخلع عشان نروح فين. بص بقى اقول لك حاجة. اهرابي دي. دي كانت اه يعني اه يعني مش هقول لي مين بالزبط بس هي اه لحد من اللي بيشتغلوا معي في. مش هي هي عين. اه? مش هي هي عين. هي عين مين? هي شام عباس. لا مش ليا طبعا. اه. ممكن نقول هي عين من اللي بيبقى طبعا مش ليك يعني عادي. عادي. لباسين. باسين اوكي. طبعا. وبعدين اه انا كنت عايز اعمل اغنية فيها تن دن دا تن دن دا تن دن دا تن دن دا تن دن دا. دا ايه? عايز البيت. اه. الشكل ده اللي هو الشكل الغربي ده وقعد بنسمع بنسمع حاجات كتير قوي وعايزين نتأثر بالموضوع ده. هم قالوا طب خلاص 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 يعني هو بلال وشادي نور وكده قالوا لي سيبنا احنا هنشتغل وهنجب لك حاجة حلوة. وانا كنت قاعد فعلا بشتغل في اغنية مع كريم عبدالوهاب وبلال راح مكلمني قال لي حب عدتلك حاجة على الواتساب اسمحها. فسمعتها طبعا اتهمت يعني. هي قصة حقيقة الحد. اه. هي حاجة. بيه مين? بيه سين. بتخيلوا معنا بيه سين سريع الناس مع جزء الاغنية. وحاولوا كده بعطونا التخمينات غالبا حد معروف يعني. اه. وبعدين عايزة غني مع شام عباس. عايزة غني مع شام عباس. محمد جميعي فتح عليها. تاني. اه. ناس كلها عايزة تغني معاك. ايه رأيك? اه فندم والله انا تحت امر كل الناس اللي عايزة تغني. تفتكر هيكسبوا? يكسبوا ايه? يعني هم يكون صوتهم احلى مني يعني احلى من صوتي مسلا او يكونوا كده? تخيل. لو صوتهم حلو طبعا يعني هنستقبلهم بعد كده ونعمل لهم البومات يعني. اغنية هشام عباس اللي هتطلع تغنيها مع هشام عباس. اه. اه. اغنية احلى منه. يعني ممكن. الله اعلم. لا لا لا. يمكن جايز ربنا يكون عنده مديله موهبة قوية جدا وفي الحالة دي انا برضو هفرح يعني. تق 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 تق. كنتم معه. اجمة سبعة ساعة سبعة مع الجيهان عبدالله. على نجومف ام ونجومف ام تي في.